سيداتي سيدي سيداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 معاكم محمد زيلزا جيب شامفشتو وحلقتهم الجديدة من يوميات سماكاوي والأجزاء الخاصة والأحواض المزروعة يوم يوم الملحمة نهاردة احنا عندنا الاسكيب من الحاجات اللي بتقيتك بقى ايه اللي هو الفينيش يعني انت عملت عربية وجبت المواتير وجبت كل حاجة بس فيش لسه ديزاين العربية من بره هنقض انا محمد حسن نهاردة نفكر في الخشب معايا نفكر في الخشب والكلام ده وهنرسل جوغا بحوض عشان ما ننساش مكان الخشبة و ايه هنحطها مكان ايه و الكلام ده جايبين خشب النهاردة حتى فروح لوحدة عشان نطعم بيه فيه تحصيل كتير النهاردة نتكلم عليها يلا مخش في العمل عاطم ده الخشبة الرئيسية احنا امتفاننا الخشبة كانت بجوز قيم فتبقى الاسكيب الاسكيب اللي هنحطه في الدمية انا احنا المفروض ان شاء الله هتخط الخشبة دي في الكورنر الشمال بارتفاع معايا انا نعمل ارتفاع وسلوب احنا بنرسم كمان على الحوض بالفروماستر هنعلمكم انتم مفروض تعملوا ايه بالزبط وبنضيف خشب زي الادراع اللي انتا شايفو ده او الجزء ده بنقفله بقافيز بنبقى ربطينه بقافيز او الحاجة اسا عملناها ضفنا الخشبة دي ما كانتش في السكيب وربطناه بقافيز عشان نضيف شوية تفاصيل هنضيف خشب تاني بس انا ومحمد قررنا ان احنا نضيف بقى البازلت اللي عندنا هنحط منه شوية عشان نحسب الارتفاع التعليم بتاع السلوب بقى عامل ازاي وبعد كده هنشيله لما نيجي نحط الشكل الرئيسي او النهائي للخوض فهنشيل الخشب ده كله ونحط البازلت وبعد كده نبقى على الخشب تاني ونبدأ نركب عليه ونشوف التصور اللي احنا هنعمله هنعمل ازاي وناخد منه صورة بحس ان احنا ونحن بنرفزه ان شاء الله نطلع الشكل ده بالظبط يلا بينا دلوقتي احنا مفروض نخرج الخشبة عشان ننزل البازلت الاسود من ميزة السلك ده ان انت تقدر تعدل الكشف كده خالص من راحتك وتخرج اللي انت عايزه وبعد كده ايه تمرجعه مكانه تاني فا احنا بس هنحاول نخرج الحاجات دي من راحة خالص ايوا كده زي الفورم وفضينا الخوط وحنجيب بقى الكاسر البازلت نعمل كده سلوب بس انا محمد الاول لازم نحسب الارتفاع ارتفاع السلوب هيبقى تقيل بالزبط ان احنا عندنا منيوم من ستة سنتي هنبدأ من الاول ستة سنتي عشان الفورم اتنين اربعة فيوم كابلير وهيبقى فيه سلوب او ارتفاع خوب فممكن زيبقى هنا اربعة سنتي يعني احنا بنتكلم في عشرة سنتي يلا معايا المسطرة وعشان في المسطر تعالى كده محمد استقزمة اتقرب اا يعني احنا بنقول ايه مثلا اول اتنين سنتي فاحنا هنحسبها اتنين سنتي اهو تعالى هنا من هنا كده قرب عليه انتما شدللي تبقى طحا ايوة كده ده اتنين سنتي هنا الفيرمي ده اف اوكي ده هيبقى على الارتفاع الارتفاع ان انتو شفتو ده. فهناخد شرطة كده معنى شو حان ده موز لك المسطرة. فده الاف دي الارتفاع بتاع الفيلو. كلام جميل جدا. عندنا اربعة سنتي بقى ايه? كسر بازلت. فهناخد اربعة سنتي. كسر بازلت هنسميه بي. وناخد خط كده كمان. ده ارتفاع الطربة الطبيعي في المينموم. انا بقى قلت فيه فاكرنا جامدة جدا. احنا ما نفعش نعمل الارتفاع ده كله. فيما ازد قدام. تعالوا كده قدام. اشراح لكم الواس دي. لو انا خدت آآ الستة سنتي دول كده من قدام. لك انت تخيل شكل الطربة من قدام لحب. حتبقى كل ده اتنين سنتي آآ آآ فرمي واربعة بازلت ده المينموم. ده انت كده هيبقى الفعل. طبعا احنا ايه الفكرة? انا معايا آآ كشخارة بتاعة ايه دي ايه? ايه دي ايه? يعتبر بتجمع بابنية والشخارة دي بتجمع بابنية اتنين. انت تقدر بتاعم وفي نفس الوقت فيها مغزيات. فانت تقدر بتاعم وفي نفس الوقت فيها مغزيات. طيب هلأ انا لو انا عملت هنسأل بقى يوسف وحيد المينموم بتاع المنتقر له. هتبقى ازراع ديه? لو انا قلنا اتمان سنتي. ومحمد بيقول لي ممكن تبقى اربعة سنتي كمان. يعني مسلا لحد هنا. فاحنا هنختصر الجزء ده كله. وهنزرع ابتداءا من هنا مسلا. ولو انا قلت اكتر لو انا حبيت مسلا بقى قصيع وما ازرعش المقدمة خالص. وحط مسلا رملة. حط اي حاجة. بحيث ان انا برضو ما تجيش الارتفاع ده. انا مش عايز في الاول وفي الاخر بان عندي في الحض الارتفاع ده بشكله مش حلو خاص. عموما تعالوا نخش بقى من الجنب تاني. طب احنا دلوقتي يا عمو محمد عايزين نعمل سلوب. فانا ان احنا نعمل سلوب بكمان اربعة سنتي كويس. ولا نرفع عن كده ايه رايز? احنا قلنا اه انا رفكر في سلوب ستة سنتي فانا هبدأ السلوب من هنا. جميل? واحنا لو قلنا ان احنا هنستخدم تربة اه اعتقد دي اتنين سنتي. لو استقدمنا تربة اتنين سنتي او سنتي ونص غير قبلة للزراعة. يعني هتبقى حتة مسلا فيها رمل حتة فيها رمل سويد فيها حتة فيها اي حاجة هتبقى عمزة جزيرة كده من قدام عشان ما ما نعملش ارتفاع اصلا في الرمل. فيه اه يباق بوص شكل اللي قدام. فاحنا هنرسم مسلا من هنا من اتنين سنتي هاخد قطاع كده هاخد نقطة من هنا وهوصل السلوب بي او هوصل المنحضر دي يعني هعمل نقطة هنا كمان من شرطة كده. ونعمل شرطة كده. تمام? تمام. تعالنا كده بص يعني ده هيبقى شكل منخضر من الجنب ده فرمي ده بازلت وده هيبقى كمان في الاغلب كل ده بازلت او 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 لسه مش هنعرف هنستخدم الايدي ايه ازاي. يعني انا حطيت رمل في الاول عشان اعمل فاصل او شكل مفصول شوية. فهستخدم الايدي ايه في الاغلب قدام عشان الارتفاع كبير اعتقد ان النباتات هتحتاج آآ مغزيات التحت. فاحنا هات الكاميرو احنا رسمنا كده فرمي بازلت وده الارتفاع اللي احنا هنعمله هنعمله بالبازلت هنعمله باي حاجة مش مشكلة آآ ده مهم جدا جدا جدا. وننقدام برضو تقريبا احنا عارفنا احنا راحين فين? وهنعمل ايه? محمد دلوقتي رسم رسمك كويسة جدا ان احنا هنعمل سلوب من يعني ايه منخفض من هنا وهنخفض كده. بس انا شايف ان هو هنخفض من هنا مش بالحدة دي. همسك كده? هقول لك انا رأيي برضو. يعني احنا ده قولنا. خلي بالك من نقطة. هنا لازل بروفيزة التساطي. وده احنا ما كدهش بنى منها. فاتى اخرج هنا في السلوب ده. فاللي هو هنا. يعني السلوب هيبقى كده. ده شاشة طربة من ورا ازا الا ازا ما رفعتهاش وهننزل قدام شوية. طب معنا ان احنا ننزل قدام شوية معناه ان انا ما ينفعش احط هنا الستة سنتي بس لان انا لو انا حبيت اعمل منحضر لقدام لازم تكون ديه عالية. عشان هنا المنموم ستة سنتي هاي بقى في جزء مسلا في الاول في اول تلتين او اول تلك تربع وربع هيبقى غير قبل الزراعة. احنا ممكن نعمله فاصل. فمعناه ان احنا هنطلع من هنا ممكن كمان اثنين سنتي. وهنزود الاثنين سنتي سمع في السلوب كله. يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? طيب. اه احنا هنا قلنا ده الاثنين سنتي المنموم. الستة سنتي المنموم. فانا شايف ان احنا نطلع تمانية سنتي هنا كمان. انا هنملكوا عليها من جهة. ده. ده ثانية. ده التمانية سنتي. ويبقى السلوب كده. يعني يعني فيه جزء مرتفع من هنا نحط عليه الخشبة. وهتبقى الدنيا نازلة لحد الجزء ده. وهتنزل من قدام لحد الستة سنتي. هجاب فيه تلت ابعاد مع بعض في نفس الوقت. هنجيب بقى ايه? بازلت سويد. ونعد نشرح بقى اللي احنا رسمناه ده رسمي يعني. يالله بي. احنا كده حطينا يعني شكل مبدئي. ليه? السلوب او شكل السلوب اللي انا عايزة اعمله في الحوض بس التاني هيبقى على اه اضخم شوية. يعني ده لو الشكل المبدئي يعني بس. فتعالوا بقى نحط الخشبة ونجرب مع بعض. هننزل بقى الخشبة الرئيسية. بقى احنا جاي بنا. بس بقى اللي محمد احنا مجانين وعن الله. اللي اللي بنعمله في نفسينا. بس ان شاء الله في الاخر الناتج سهستحق المغامرات اللي احنا نعملين نعملها. ان شاء الله نطلع حاجة فيها اللي انتشفى حين. طيب ده اه يعني عايز عدل خشة عامل على طول. عشان محمد بيش هولي بس. ايه؟ عايز يعدي الحاجة ممكن اه تمام. محمد عمل ايه؟ نضغط احنا بس عايزين افلل النوش. ضغط الخشبة في قلب السلوب بحس ان هي تبقى كنها خرجة من الارض. هتدينا مساحة كبيرة ان احنا نزرع برحتنا. جزء ده كله طبعا من الزرع على الارضي وهنزل عكملنا الخشب. طيب احنا كان في كم قطعة كنا مرشحينه عشان تزود الفوليوم اللي في حتة دي شوية. اه حتة دي فاضية. وكنا اضافنا برضو اعطاقوا قطعة صغيرة هنا. فتعالي الله بنا. اه خليني هتصارف زمانة بالتحافظ. كده اه الى حد ما دنيا احسن. بس يعني هنعدن شوية تعديلات يعني هاتجهات برضو هنحط اه هنزود عليها. ايه رأيك في اه اه يعني احنا نحط صخور انت بطريقة بشترم وحاكة. طب تطلعها نوصها الارض ونوريها للناس وممكن نغطيها ازاي. اه نقول شوية قطعة صخور في الحجم ده. عايزين نفكر يا انا محمد نقدر نطعم ده صخور عاملة ازاي. في نفس الوقت ما تاكلش الاسكيب. اصفيه لاس تعمل ايه? حط بقى كمية صخور مغطية على نص الاسكيب او واكلة لتربع الارض. والكلام ده احنا ما بنفكرش في كده. فامفكر انا محمد هنحط صخور دي بقى وحطينا التفاصيل في الخشب. انا فكرة انا ضفت حتة كمان. حتة صغيرة دي. عشان ما تسمش مساحة فوق الجزء ده كده. لما يشرق مياه ويطلع عليه مص ويطلع اه بشكل مختلف هتعرف ان يعني اه الموضوع يبقى جميل جدن جدن جدن. طيب في حاجة اسمها تطعيم بالسخور. وانا كنت عايز ادخل في جزء صخور في نفس الوقت ما اخسرش الفوليوم اللي انا هزر عليه. فكت افضل حتة اللي حوالين الخشب. وكمان ممكن نطعم بسخور. في حتة في الجزء ده بس صخور صغيرة. فانا معي شوات صخور اه عملنا فهننفزها قدامكم دلوقتي احركبها لكم. وفي مكان صخور احط مكان صخور دي لفا روك لحد ما نلاقي حاجات على قدها ان شاء الله بكرة. ونبتدي نحط اه الحاجة ونقول اه ده خلاص ده تمام جدن جدن جدن. فهستأذن محمد نس الكاميرا. وانا ابدأ مسلا بصخرة دي. اتجاه ده. الصخور لما بتتحط في التطعيم ده يعني انت شايف انها برزة قوي لكن صح انها بتبقى مدفونة. صح انها بتبقى مدفونة اكتر من كده كمان شوية. يعني كده باين بس الجزء اللي فيه تفاصيل. فانا باورليك هي بتحط تقريبا ازاي. طبعا الصخور اللي ليها بروز بصة من فوق. حطها هنا كده كويس. واحد الدفن برضو. على من هنا. ويبص كده على شكلها من بعيد. من يعني ارجع بقى كده وبص على الشكل كده من بعيد. بيبقى شكلها حلو. وهتبدي اه بعد تاني. هنحط كمان قطعة حلو كنا حطينها. سلزينك. تجاه تقريبت جاهتها بقى. ويهن بتتدفن. يعني تعالى هيب جمالها بقى يبقى من اين? من قدام. تبقى مدفونة كده. بيبدي منظر جميل قوي 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 قوي. عندنا بقى اللابة ربي دي جيد. احنا محتاجين حتة او اتنين صغيرين مسلا في الجزء ده بالضبط. بحيس سخور بحيس ان انت يعني نديك الشكل ان هو على مرتفع جبلي شوية متضعها مشوية سخور. الليمون تكررها تطلع. ان شاء الله في الحاجات اللي فيها قرارات دي. عموما اه ده بشكل كبير بالنسبة اللي معنا او تحت ايدينا دلوقتي. اللي احنا بازن الله قررنا ان احنا نعمله. اه انا خططي لكم حتى على خوض عشان يبقى كل حاجة. هناخد لقطة او احنا اخدنا الصورة من بحيس ان لما يوسف وحيد يجي ان شاء الله اه نخلع بقى وهنشيل الكلام ده كله. ده كل انا عايز اقول لكم اللي تشايفين انت ده كل البازلت اللي عندي انا محتاج مش اقل من خمسة وشر لتر كمان. عشان نعمل اللي في دماغنا بازن الله طبعا الفيرمي اعتبقى مدفوسة تحت. ده احنا عندنا موضوع يعني. فخير فانا اعتقد الحمد لله رب العالمين انا برضو مبسوط ان احنا تطورنا بنا نعمل حاجات شكلها مختلف عن حاجات اللي كلنا بنعملها زمان خالص. وهم حاجة ان احنا واخدين ان احنا واخدينكم معنا في الرحلة يوم بيوم حلقة بحلقة. اه بنعمل اسكيم ازاي? بتخطط ازاي? بتعمل كل حاجة ازاي? يا رب يا رب يا رب يا رب اكون قليلا. اه قلت اقول لها لكم انت ممكن تحط حتة صحابع خشب زي دي كده ما بين الصخور في الفواصل اللي بين الصخور لكن ده جزء من الجزء اللي ده مفرع ما بين الصخور بشكل معين. طبعا احنا ما عندناش لسه يعني الفكرة دي قاتل لنا دلوقتي بس الماتريال مش معانا دلوقتي ان شاء الله بكرة هنكملنا كل حاجة وابوكرة ان شاء الله عندنا يوم كبير قوي وابو عندنا هو شاية كمان عايز بس ايه قبل ما خلص اه هوريكوا اصدي بص اه تبقى جملة جدا. اه دي طبعا شكلها شاز قوي وفل نحط مكانة صخرة بس احنا متطرين نحطها. اه هتبقى دي برضو فكرة حلوة بحيث ان الجزء ده او ده بشكل حلو قوي او مكان مرتفعات ومخفضات كده اخضر هنا او الخلفية الحد هنا كده حتة او جزء ايبقى فيه نبات اه اخضر واحمر عالي شوية الخشب هيتزرع عليه جافافير والدلعة الطويلة دي هنحط عليها موس برضو ان شاء الله فكلام كبير اوي طيب بعد مرحلة الضخمة دي واركو الحمد لله احنا بنفكر في ايه وهناعمل ايه ان شاء الله وزاي تقدر بتعمل على فكرة انا عدت ارسم شوية محمد علمني ان انا اتفرج على فيديوهات وارسم برضو وتخيل الاسكيب بره عشان اه اقدر اطلع اه احسن حاجة واحسن شكل فربنا كريم ان شاء الله ونطلع حاجة اه تردي الناس كلها وتردي الناس اللي مستنائك شير وسبسكرايب بقى وانشر عند الناس كلها ان شاء الله بإذن الله بكرة عندنا يوم كبير اوي هنروح مزرعة يوسف هنقل الزرع سوا ونشوف احنا قلنا الزرع ده ليه وجنان على ايه والكلام ده وكمان اه ان شاء الله هنعمل اسكيب تقريبا في الاغلب تسعين في المئة ممكن نخلص بكرة لازم انا نفرج على الحلقة طيب ونخلص صلاتك واقر القرآن متاعك وكله تمام عشان ما نهتراكش عن عبادة ربنا شوفكو على خير ان شاء الله الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته